يضحك لكم الخير أكيد والضحكة كاينة السيد جمال دي سديد يا شخبارك لابس عليك مزيان الحمد لله ومعك دائماً لقوا حلول وكلقوا وصفات وكلقوا مخرج مع ولدتنا خصوصاً فصل الصيف والعطلة وتكلمنا على بزاف ديال الحلول ومنها القيصة وكيفاش نمرر الولدي مجموعة ديال القيم عبر القيصة القيصة تتلعبوا حطور كبير في حيات أطفال ديالنا نعم يعني نركزوا عليها مزيان خصوصاً بالنسبة للمكتابات اللي موجودين حالياً في الموذول الكبيرة نعم يعني كنت تدخل كنت جانح رائحة صغير بالأطفال نعم وعن كنت تحوي حتى لي مفرصناش يعني كنت تكون متاحة بين شنو اللي بغيتي لولدك كنت تلقاها موجود إذن القيصة بالنسبة للوالدين يهتموا بها ويخدوها بجدية محمل جداً ما شئ لنا كتبني الشخصيات الإنسان وقلنا فيها بزاف ديال الأهداف منها غرس القيام مش كنش حاجة أحسن من غرس القيام مهمة جداً وكذلك تعديل السلوك وبعد الحويج دي صعاب علي أن نوصلهم الولدين بحال دي بقولنا الإخلاص كين ديندوزها لي القيصة هو السبيل الريضة والريضة والقناعة مثلا كيفش ندوزها كيف ندوزها واحد حاجة موجرادة إذن الحل هو أنني نلتاج القيصة وكذلك يعني مجموعة ديال الحويجات منهم تقاف النفس ديك سقدير الدزرة ما كان ناخدوه إلا من القيصة وخلنا الطريقة اللي نتعامل مع الوليد هو أننا إلا كان قل من يعني باقي ما تقدرش أنه يقرأ لنفسه وكان قرأه الإحناية ومن بعد ما ينسألي ويشخصها لنا باش يبدو يقدر الدات ديالو ويهدر مع الناس هذه مهمة جداً مفهومة إحنا دبا هاد الأسبوع اللي دوزنا بغينا نكونوا شوية عملياً يعني التطبيق نخرجوا للتطبيق التطبيق اللي ناشح من واحد قال لي بأنه ربما تزنا بسرعة أننا كنا ندروا حاجة بشوية بشوية يعني شي حاجة جديدة عليهم هما الناس بنسبة العطلة لهم تنقلهم إحنا تقولون أنتم أولادكم وكن نسميوها ورشة هذه مزيانة مهمة هذه مزيانة جداً يعني الأب والأم أو أحدهم اللي متفرغ نعم والولدة بججلة 3 بطوي بلد بالوراق بالأقلام باش يحسوا بينا كين الجدية بسباغة وبوقت يعني ما كيش حاجة الهيني أنا كأم على هذيك الورشة لا لغا نتفرغ ولدك الورشة يعني وحددنا لي هالوقت راح الوقيتين فلان فلانية راح شنو غادي نطلقها وفي البيت الفلان فلاني باش غلنا بداو هاد بالورشة ومن يتدخلوا تلقوا الأوراق البيضاء وتلقوا الأقلام الملوانة وتلقى الماء دياله وراما باش نخرجوه لا را كل شي يعني بحل الاجتماع رسمي وكينين هذك الوراق المقوى بالألوان دياله وتنقلسه وتنقلوا الأهداف ديال هاد الورشة هاد الاهداف هو أننا نصيبه واحد البرنامج جميعاً كاملين نحن نصيبه واحد البرنامج صيفي وفيه المكافآت وكم بدا نشرحه بشوية بشوية من بين الحوائج تنقلوا بأن هاد البرنامج اللي غادي نصيبه رفيه المكافآت وهديك المكافآت كتجسد فاش في هذك البطاقات اللي انتو مالغا تصيبوها وتنصيبوا شي نمودج واحد لنا من بعض نخليه بوحدهم ما يصيبوا الورشة يعني بشي تيتحملوا المسؤولية تنوريهم تنقطوا واحد النمودج ديال البطاقة المقصى عندنا وبالألوان بحل بانبوان ويرسمتين الرسومات العزيزة عليه في ذاك البطاقة تنذيروا فيها أرقام واحد جوج 3-4-10 حسب عدد الأنشيطة وكل بطاقة فيها المكافآة حسب الحويج اللي عزازين على ذاك الولد لا تدير شي حاجة يعني ما عندها علاقة لا تديري نيت خمسة درامة الفلوس ما يعني هو له بقدر ما تكون هادية كادو هادية الكادوات فيها الخرجة فيها الشكلات فيها اللعبة ومعناوية وتبقى تبقى إذن تنصيبوا هالبطاقات اللي غا نحتاجوا البرنامج فيه مجموعة الأنشيطة تنقولولي الأنشيطة تنكترحوا تنقولي شنو انت رأيك هذه فرصة أنني نكتشفوا لدي شنو تيبغي شنو ما تيبغيش إذن تنقولي منبي الأنشيطة أعطينا احنا مجموعة الأنشيطة قلنا مثلا الحفظ القرآن قلنا الرسم الحور قلنا الألعاب الكارتونية قلنا القصة قلنا التلفازات اللي غا نعطيولي الألعاب الإلكترونية واحد اللي غا نعطيولي بالإضافة حتى النشاط دياله اللي كدير دايما أنا النادي دياله تنديره بحسابه تهوى يعني جميع الحويج اللي كانت يدير اهتمامات دياله نديره بحسابه نعم نحنا هذا رأي كله وتحسين الخط إلى أخير وهذه غاقتراحات نكتبوهم وانتق ترح وتنقول لي باش غا تبدأ يعني يفضل أن احنا تنساعدوه باش يخص يبدأ بالحاجة العزيزة عليه نعم هو عزيز عليها الرسم الحر نجين تقول لي اللهم الأحسن بدأ بالقرآن هو يدير انتهي ذلك البرنامج لا راهوه حيث حنا بعد اخص هو اللي يقرر لان هو اللي غا نفيد حيث اخصنا هذي رأي ما تنسيش رأي عطلة نعم من حقه هو يتأمر ويختار وهي يخص المتعقبل الاستفادة نعم ما تكونش واحد الحاجة بحل الكهر في هذا يعني ولات عقوبة نجين قلسة أنا عشر شهور وانا خدم لطاك هذا نعم 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 والأولوية اللي وريدت. اكيد. احنا قلنا دبه فضل. احنا دبعنا جوجة دي الفئات. احنا دبعنا نتكلموا على الناس اللي متفرغين. الناس لا. احتى الخرين. احنا غادي نضع المتاهمة. ممكن لان البرنامج يبدأ مع تسعة وصباح. ومع العشرة الصباح. رغم الله عشرة ثلثة ثلاثة 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 او ربعة. احنا يوميا. احنا رعو طلع. الناس اللي متفرغين. يعني الاب والام يوميا. يوميا. يوميا ولكن يجب الوجود لاب والام. احنا لن نفرض. احنا الحالة الأولى إذا كانوا موجودين. مرحبا. احنا تكون عيني غير عليه بعيد. وإلا ما كانوا موجودين. إلا ما كانوا موجودين. يبدوهم الورشق. حسب السين. نعم. حسب السين. إلا كان فيهم كين كبير. يمكن هو يتعهد. هو يجاري. المراقب وتجاري. احنا ما كان شيء. هنا واحد اقتراح مثلا تقوله. انا ديرينو في بعض المدارس الخصوصية تقترح انشطة صيفية. نعم. غير هما الحاجة يطلبون منهم مكلف جدا. كثيرا. كثيرا. انا ما عرفتش مراقبة ولا من ناحية الاتمينة. هذا الموضوع يعني يخصني انا بعدها بشكل كبير. واش كتوصل الاسبوع. توصل اتناشرة الفريال. اتناشرة الفريال. اتنين ثلاثة لاربعة خميس جمعة. اتناشرة ستمية درهم. بمعنى واش يمكننا اربعة اشرة مياه للنهار. وغد تجيب ولدك من سعود لطناش وتديه يتغدى. يعني واش هاد الموضوع غد يقدر يديه يتغدى ويجيبه مع الجوج. ويجيبه مع الجوج. ويجيبه مع الجوج من الجوج للربعة. معنى شوش كان شيء مراقبة. وهاد الانشطة هذه المشكلة انها دخل في واحد الاطار دي الجمعيات. واش الجمعيات ممكن يتطرفوا بهذا الشكل هذا. هناك تطرح علامات الاستفام. ونبغي احتى المراقبين في هذا المجل هذا انهم يدققوا في هذه المسألات. وحنا بالنسبة للجمعيات. هم تجيبوا ناس اخصائيين تخلصوهم. ولهذا هم تاخدوا الدعم في الغانب. الجمعيات التي تاخدوا الدعم. نعم. هم تاخدوا الدعم على اساس انهم يخلصوا به. الناس التي تجيبوا لمؤهلين التي تدروا لنا الانشطة. ومع ذلك الجمعية من المفروض أن يكون ثمان رمزي. نعم. بالنسبة للهدف. الجمعية. الجمعية ثمان رمزي. لان الهدف هدف رسا بنية الشعب. نعم. فهمتي يعني ابناء الوطن. هذا هو الهدف يعني الجمعيات. وهذه الهدف تضربوا عرضة للحائط في بعض الجمعيات. يعني كين استثناء. كين استثناء. لحظي لو كان كانوا المدارس كلهم العمومي الخصوصي. لانهم تابعين الدولار ما فيهم الخصوص. يقول العموميكي غا يديروا. المعلم العام كامل. لا لا مش المعلم. لا أبدا. يجيبوا ناس خرائم. ناس خرائم. ويخلصوهم. حيث المعلم لا يقدرش يدير هذا الخروج. وتخرج ميزانية خرائة وتانية. ميزانية جميع الوزارات. اكتتاب. حيث حنا نبنيو الإنسان المغريبي. أنا كان اقترح جميع القطاعات. أنها توفر في الفضاءات ديالها. واحد الورشات لوليدات ديال الموضفين تابعين لهذا القطاع. أكتب. غا تكون يعني أحسن حلو أنجح حلو بغيتي هذا الموضفين يعطي وينتج. ووفر لي في نوليد ولا بنيته. غا يجي غا يقلص في هديك العطلة وغا ديتلاها. وغا دي يعني. اكيد لنا يا فرصة نعم. نعم. نحن كنا فرصة. نعم. نعم. نحن نعطي نحن نعطي ناش ناس متزينينا شخصيا. نعم. نحن نقل تحصل دراسي. وحنا نرى من زمان. نحن نعطي تعليم تلقيني. يعني الحشو. الحشو هي كان عمره يحفظ يحفظ يرد. وفقط. احنا بغينا نبنيو الإنسان. الإنسان اللي مجموعة دي المواصفة تخصى تكون فيه. احنا ركزنا عليهم مراراً الصيفات المشتركة مع الناجعين. يكون مبادر. يكون واثق في نفسه. يكون متفائل. يكون صابور. بني نغي يجب هذا الحواج. هاد الناس اللي مؤهلين. وخصوصاً بها هاد الفترات الصيفية هي الفرصة. الفرصة رائعة. نعم. رخصنا إلينا بغينا نبنيو الإنسان ونديرو التوازي مع التعليم. هاد الفرصة. الفضاءات موجودين. احنا تتعليم الخصوصي لابغيتي ولدك دار لي ورشاتة دي المصرح. غد زيد على الفلوس دي الشهر. نزيد مئتين درهم ولا ثلث مئت درهم من الفوق. رغم أن ورشة دي المصرح خاصة تكون. انا في الحقيقة للا جهن. هاد شي رأى موضوع صراحةً يعني نحطين عليه الدناء. ويعني رغد القو فيه يعني مشاكل كبيرة وكواريد كبيرة نخدم مكلمة هاتفية. لانه يضر هذا الموضوع هذا. السلام عليكم لله الكبيرة من قناترا صباح الخير. شكرا لك. 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 المشكلة انا ما كتعلقش بالاطفال ولا شي حاجة الخاص بي انا واش ممكن. مرحبا الله يودي اللي تقالت عليك خفافت علينا اختي الكبيرة تفضلي. شكرا لك. انا تنسوا الدكتور عندي مشكلة دي الخوف. الخوف من الادوية. كان دا كان مشيل عند الطبيبة دا كان دوسي يعطيني الدواء. كان نجيب داك الدواء باش كنت بغين شربه. كان خافت وقول لا عاقتلني عادي اللي شي حاجة دا وكان كيجيني الخوف. وميما انا مرت في شهر عشرة باش مرت كتجيني واحد لبسة كتجيني من رجلية كتم جايط على الابحلها هاني جايه يلموت هاي جاي فيه يلموت كتقول صافراني كتبش لي الشهية. ومشيت عن طبيب نفسي. ومشيت عن طبيب عامين ومشيت عن طبيب اختصاصين في الجهاز الادمي وده كل شي كي يقولي نفس الحالة ان عندي هالأعصار في المعيدة. وفاول الدواء ما كان خاف ان اخدوه. وقساش بدأ مع أكلية الكبيرة؟ هاد الشي بدأ لي في شهر عشرة. شنوقع في شهر عشرة؟ ما هو قال لي والو المو يمكن تقاد يا هجالسة مولداتي هادة حتى كنحس بديك البسجية يعني مرجلية. الخوف الخوف دي من الأدوية امتى بدك؟ بالتالي سام لي مشيت عند الطبيب ومشيت عند الطبيب ديال الجهاز العدمي اختصاصي بالجهاز العدمي. كانت عني الدواء شربته هادة مباشرة من نسالي ديك الأدوية. جاتني ديك الحالة تعفقت شهية بصيفة نهائية وفشلت. صافيه وانا جيني ديك الحوف هادة قلت صافر الدواء ديال هادة كطبيب. موليدة لي هادة الفشل هادة. هم مشيت عند طبيب نفسي. مشيت عن طبيب نفسي قلت لي اعطعتني واحد للأدوية بلا ديك الأسنة. تاهية. زيتك تاهية ادوية اخرها. لا. جاتني واحد للأدوية ولكن قلت لي ما عندك وفال ازعمار حالات الحالة النفسية عندك زعمارة. قلت لي بحالة اكتئاب. بجاتك اكتئاب. صافيه اعطتني واحد للأدوية لمدة تلت شهر باش نشربه. انا شربتهم 15 يوم. ايه. ورجعت لعنده قلت لدكتوراه بكل صراحة. ما خليش الأدوية هاشنو وشنو وشنو راح كان خاف من هذا. اقلت لي يا صافيه اذا قلت لي وزيدها سمو. اه. قلت لي نفتدها قلت لازل شربه باش مو عطيته القاتل تلت شهر. ايه. وفالش رجع لعنده قلت لها ما شربتهم. وويا عارف عن دك الخوف يعني اعطيت لم تتعطيك الأدوية بسفة نهائية. اه. اعطيتني دك الثم وشنو yayيا ولكن الحالة تحسنت على ما مشيت من الأول. لحالة يناقي كانت عندي ارادة وعزم انني نتحددك الخوف ديالي وما عارد يشده. لا تحسنت بلا الأدوية بلا والو بليت كان ناكل وليت عادي. مزيان يعني كان غير مسألت وقت وصافي الواحد غير يرتاح. عطيتني واحد الدول اللي يعطوه الأعطاء كامل. مثبت بالعام والاختصاصي. عطيتني متداول. صافي شربته هذا ما حافتش منه هذا شربت. عرفتي هذا كأممتي. صافي كان خافه هذا ولكن ده بعض تنهارات هذه الحالة تعال خوف. عيدنا نرجع أن تقول أحلام المزيجة. أحلام بالامتحانات كان حلم بالامتحان. أشحف عمرك الكبير. 38 سنة. 38 سنة متزوجة. متزوجة عندي ثلاثة ولدات. ثلاثة ولدات وعلاقتك زيادة مع ولدتك. الحمد لله. مع الزوج ديالك. ينبيانا الحمد لله. وش واحد فيه ما عنده المتحانات. أنا اللي عندي المتحانات يمكن حلم بعدي المتحانات. لماذا هذا يعني أنت تعديت وقيد الفترة ديال الامتحان. أنا أنا أتعدي الفترة ديال الامتحان. أنا أتبقي عندي ذلك الخوف السيحة. كان دوجه المتحان وقيد عاويس وكالقاض منه. والتي في آخر لحظة كان لك عن حلم. أنا أخرج. إذن الكبيرة عنك تاراكومات يعني من الصغر للا الكبيرة. إذن كنت صعيبة شوي. وربما احتدب هاد الحالة اللي وقعت لك حاليا مؤخرا نغي فيقت. غي فيقت هالشي اللي عندك للا الكبيرة. أنت يخصك الكبيرة خصك واحد قليسة. باش يدوز لك الامن. حيث عندك الخوف. يدوز لك الامن بسيط ما شيش حاجة كبيرة. انت في القنيطرة. آوي في قنيطرة. بغيت نجي عندك دكتور ما عطش العنوان. النّشي يحتل الإدارة مرحبا بك كبيرة. مع كل تت مشكلة. وورق الهاتف دى المركز المشورى دايما أن نذكروا به لاندك ورقه الاستيلو الكبيرة. أعدلي ورقه الاستيلو العنوان analysts. سوفر خمساسبعة ثلاثين. سوفر خمساسبعة ثلاثيني ستاااستانو одного شيخ وثلاثين. وخاص مزuru يد. سوفر خمساسب أو ستاااة سلفاء وثلاثين. سوفر خمساسبعة ثلاثين سيتااانوانات يعني تجي وتكلم وتهضر وشنو مين تجيب الامان هذا مين غا تجيبه اولا هو يكون عندها الادراك ان انا نتفكر الكبيرة من اخديتي الدواء المرة الاخيرة وكنت عادية موقع والو اخديت الدواء شنو غا يوقع اخديتي الدواء ووقعت شي حاجة موقع والو وفين هو المشكل انا نتفكر بالضبط بجميع التفاصيل يعني حتى ذاك الانسان اللي كنتي حدا تتاكلي او الكاس اللي اخديتي فيه الدواء تفكري اجيبي الصورة مزيان اشتي الكبيرة بالتفاصيل ديالها بالكسوة ديالها بالالوان ديالها مزيان وياك تاخد الدواء ولاحظي كنتي فرحانة وخديتي وموقع والو بالاكتر من هدا تحسنت الحالة ديالك مزيان هاد الساعة كين هاد الشعور مرتاحة اه مزيان هديتي اهمني الا الكبيرة كنتي مرتاحة ولكن غير كنتي مرتاحة كنتي مرتاحة اللهم لك الحمدان انا كن نقول لك جيبي الصورة الصورة اللي كنتي في الوقت اللي كتاكلي فيها الدواء واش جاتك تخيلتها دابة 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 ديالي صورة الكبيرة وياك تاخد الدواء مؤخارا جاتك الصورة اه شوف الكسوة اللي كنتي لابسة ما اقلتش عليها ما اقلتش عليها اقلتش عليها اقلت على الكبيرة بعدك تاكلي عنها وانتي مرتاحة وكتضحكي وكتاكلي. مزيان جازك. مزيان. ديري بيدك هكذا. ترتقي. مزيان. مزيان. هاد الحال احنا باش ما ناخدش الوقت بزاف غا تعاودي هما الكبيرة ثلاثت المرات. كنستحضر الصورة اللي كنت كان ناخد فيها الدواء اخر مرة. نشوف الدواء مزيان. نحاول نقلب على الصورة دي لنشوف الكبيرة هي فرحان وكتاخد دواء. وانها تحسنت. وندير هكذا. عاوتي نحبس. نفتح عين. نغمض عيني عاوتي نتخيل الصورة دي لي. وانا كن ناخد الدواء. نتفكر الدواء مزيان بالتفاصيل. تفاصيل. حتى لك انشي موسيقى قدامها. خدميها كنتي شي عطر شميه. شوفي الالوان تدي المطارب ديالك. شوفيهم مزيان. شوفي التفاصيل باش تكون حقيقة اللوعي را ما تفهمش. ما تفهمش اللوعي نهائي انت عاملوا معها على هاد الاساس. مني جيك الصورة لالا الكبيرة وانتي مرتاحة. ديري. مزيان. مزيان. فيما تجي تبغي تاكلي الدواء ديري هي هكو. ما تقليش تقليبي على الصورة. ديري. هكو. ها ها هاد اتي تسمى الرابط لانكراج. اه. سويلة تلقي سالة لالا الكبيرة. ديري هات 3 مرات. اجربها. ممكن قامت حتياجي يجي عندي. مرحبا لالا الكبيرة. شكرا لك الكبيرة. شكرا لك الكبيرة. شكرا لك الكبيرة. مرحبا. واحد الحالة دكتور كتقلي فيها. انا ده بالمشكلة في صفتك من زيانين والحمد لله. ولكن الصفة القبيحة اللي فيها. وبغا نحيدها. بغا نحيدها مراسي هي الانتقار هي. نزق لي. اه. لبلش واحد شي حاجة لما لما رضيتيش حاجة بالميل. اه. ولا بس طاعين. يعني اه. 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 طاعين ما كانت ده ونضجيش. اه. بس ما تبخاش فيك شوفي الكبيرة. اولا شي هاد الاتصال ديهلك. اه. بالادعا الوطنية. اه. احنا نحبك. شكرا لك. لان ما باغت عندك الادراك باغت تخيل. مزيان أنا أعطيك حل رائع أكتب إيه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم تبقى معك وديلها في شيء بابي كارتوني ملون زوين آية قرآنية ديما نذكر راسك حيث الدكرة تنفع المؤمنين فيما تبغي تنتقمي وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور راح فقط ورنتي في معيتي الله شكرا أنا ما كان أدي حتش وليكن فاش كانت آدة كنحس بالحجرة بالضلم علاش أنا ما كان ضلمش واحده كده موني الكبيرة غادي نعطيك واحد السير هو خبر صار هو أراه الملايين عندهم جموعة المشاكيل ما تقدروا شي تتصلوا أنت يرى قدرت يتصل يعني رماشة الله لك أنت رائعة فقط يكون عندك هذا الإدراك سبارك الله لك شكرا 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 لك مرحبا برك الله شكرا لك شكرا لك إذا نحن بقى مواصلين معك رسال جمال الدين سديدي في جوش دقائق أو ثلاثة دقائق أنا دعا أولا قلقتيني مني بكورت لي تعليم خصوصي وذلك الشي التي يطلب رؤون التي يطلبوا أموال أنا ما فهمت شوش كينش مسؤول عليهم أنا الحاجة التي تقولك هذا الأنشيطة اللي بغينا ندله في العطلة تصوري يعني مدراسة خصوصي كنت تعطيها عمارة ما كيش المرافق يعني فضاء يعني سنقولوا إحنا مدرسة تكون مفاهمة بالحياة أين هي الحياة عندهم السوصول فين هي كي لعبوا الرياضة بالعكس ومتي التعامل ودبا مع مدرسة خرين هي كي لعبوا الرياضة مدرسة ما فيهاش الفضاء ما خساش تكون مدرسة خصوصية وكما قلتي وأتمينة خيالية وفيما نكون شي حركة غي بسيطة غننتقلوا هنا أما لجينا نديروا أنشيطة كي تضاعف الأتمينة ومشكلة في واحد المدرسة الخصوصية اللي هي معروفة وبدون ذكر الأسماء أن في الفضاء اللي كيلعبوا فيه الدرار الصغار أن هادوك الألعاب كلهم هرسين وكلهم شنفرين يعني لولدي لا طاحة علاش حديدة من هادوك الحديدات مشا ليه وجهه لمشا ليه هيدو كاملة ولمشا ليه عينو وما كناش المراقبة ما كناش نهائيا ما عرفش هدو الناس اللي التعليم فينا هما وما عرفش هدو المراقبة هديش كونا هم اللي مسؤولين لها تخيل أعيث ما نتخيل تخيل أغسنا نوضع أحد لهذا الحويج راه المغرب راه يستاحي ليتبنى إلى ما تصلحش التعليم بشكل أننا مش عيب نكونوا خطئين العيب هو نستمروا فيه نعيطوا على جاميع النوايا الصادقة والفعالية الواعي للناس عنا أكفاء مغاربة نجتمعوا كاملين جاميع القطاعات كما قلتي جاميع الوزارة كل واحد من المنظور دياله كيفاش نصلحوا المنظومة ديالنا لا بالفضاءات دياله لأنا قلت لك الخاطرة أن هذا الصف الملايين دي الأطفال ديالنا ديالعين في الزناء أو في الزناقي شخص كشوفين في الأحياء الشعبية في الأحياء الشعبية بغي من شهورين من شهورين ما كتعرفش كولي بغيش دومنيد ديه ويزيد ديه خاطرة نزيدك واحد الموضوع هو مهم في رمضان الحمد لله المساجد كتعمر بالأطفال بالأطفال يعني ذاك الواعيد اللي تعطي الدرس ما دي يستغرش الفرصة جوتال عندك وما يعطيش ميساج ما يعطيش رسائيل من رفع من الهمام تيهدرون على شي مواضيع نعم الله صافي نعم إذن احنا فرصة أنا هدرنا على الصف وخصنا نجتهدوا أن هاد الوليدات ترى مهمين هادو رحباب الله وهادو أمانة في عنقنا نشتغلوا معهم نبقاش الوقت ضايع لوقتي ضاع لوقتي ضاع بوحدش كالخاطر حتى أننا كنتفرجوا مثلا في الأفلام الكارتونية بحالة بتنشوفوا هادو توني جيري وذك شي يعني تيعطيونا رسائل الخاطئة والأب والأم ما كنش بحالة بيجي بنا بنا الفار ضريفو كيفاش ضريف يعيش معنا ولا القطوة اللي متوحيش يعني تقلبوها المفاهيم هو الانتي ايغو اللي كنسمي حناية بالمفهوم دي القصة هو الانتي ايغو الملك يرسم ليك الباطل وراه خايب ولكن كانت تلقى الوليد راه معاه وراه ميليه وراه عزيز عليه تماما والخيال دياله خطيرة تفل القيصص ولد هذه المسألة هاديرة تفل القيصص خاصل الميزه ما بين قصة هادفة وقصة غير هادفة نحن نكون حاضر نعم حاضر معنا دائما في برنامجلقة نفسها أكيد وبالرأيك الصريح والواضح والشفافية الأستاذ جمالدين سديدي معكم حتى التناش ونذكركم